نتائج كرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية مصر 2024 هقولك في الفيديو ده على المنتخبات المشاركة، موعد البطولة، المجموعات وأيضا سجل الأبطال كل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله أنا أخوكم كريم الهندوي وزي ما عودتكم دائما كل الأحداث الرياضية أخبار جديدة هتلاقوها عندنا بإذن الله يسعيدني جدا تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتكتبلي في صندوق التعليقات توقعاتك لبطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مصر 2024 بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية النسخة رقم 12 اللي هتتلعب في مصر في مدينة الغردقة الساحلية في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الشهر القادم بإذن الله شهر عشرة هتقام فعليات البطولة بتبتدي يوم 19 وتنتهي يوم 26 المنتخبات المشاركة في البطولة كان طبعا تأهل للبطولة بصفة ومنزب للبطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية وأقيمت تصفيات تأهلية للبطولة أقيمت ما بين 14 منتخب عشان يتأهل سبع منتخبات ينضموا لمنتخب مصر يكون العدد 8 منتخبات وبالفعل انضم لمصر السبع منتخبات من التصفيات التأهلية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية إذن المنتخبات المشاركة مصر والمغرب وموريتانيا والسنغال وتنزانيا وغانا ومزنبيك ومالاوي ده بالنسبة للتمن منتخبات كل التوفيق لمنتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب موريتانيا في هذه البطولة القوية اللي هيتواجد فيها منتخب السنغال وهو بعبع كرة القدم الشاطئية داخل قارة إفريقيا منتخب السنغال من أحد أو من أفضل المنتخبات في هذه الفئة كرة القدم الشاطئية نظام البطولة تم تأسيم التمن منتخبات إلى مجموعتين كل مجموعة فيها أربع منتخبات كل منتخب هيلعب سلاس مباريات يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى دور نصف النهائي أملا إلى وصول إلى المباراة النهائية البطولة هتتلعب في مدينة الغردقة اللي بتقع على دفاف البحر الأحمر وتتميز بشواطئها الرائعة وهي وجهة سياحية مشهورة في مصر ومصر تستضيف البطولة للمرة التانية في تاريخها بعد نسخة شرم الشيخ 2018 بالنسبة لسجل الأبطال بدأت البطولة 2006 واتنظمت في جنوب أفريقيا وفاز بها منتخب الكاميرون على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية ومنتخب مصر كان حصل على المركز الثالث وساحل العاج المركز الرابع النسخة الثانية 2007 أيضا نزمت في جنوب أفريقيا وفاز بها منتخب نيجيريا على حساب منتخب السنغال ومنتخب ساحل العاج المركز الثالث وجنوب أفريقيا المركز الرابع النسخة اللي بعد كده 2008 اللي اتنظمت في جنوب أفريقيا أيضا وفاز بها منتخب السنغال على حساب المنتخب الكاميروني في المباراة النهائية ساحل العاج فاز على مصر في مباراة المركز الثالث والرابع 2009 أيضا اتنظمت في جنوب أفريقيا المركز الأول نيجيريا ساحل العاج مركز ثاني السنغال مركز ثالث ومصر مركز رابع 2011 اتنظمت في المغرب فاز بها منتخب السنغال بالمركز الأول نيجيريا المركز الثاني مصر المركز الثالث مدغشكر المركز الرابع 2013 نظمتها أو نظمة المغرب للمرة الثانية على التوالي وفاز بها أيضا منتخب السنغال وساحل العاج المركز الثاني المغرب المركز الثالث ونيجيريا المركز الرابع بعدين 2015 نظمت في سيشيل وفاز بها منتخب مدغشكر على حساب منتخب السنغال نيجيريا مركز ثالث وساحل العاج مركز رابع بعد جيرة اتنظمت في نيجيريا 2016 وفاز بيها منتخب السنغال على حساب منتخب نيجيريا في المباراة النهائية مصر والمغرب 3 و 4 2018 اتنظمت في مصر في شرم الشيخ وفاز بيها منتخب السنغال على حساب منتخب نيجيريا مصر مركز 3 والمغرب مركز 4 2021 نظمت في السنغال وفاز بيها منتخب السنغال على موزنبيك المغرب مركز 3 وأغندا مركز 4 النسخة الماضية السابقة كانت في موزنبيك 2022 وفاز بها منتخب السنغال المنتخب المصري كان وصيف في المركز الثاني المغرب مركز ثالث وموزنبيك مركز رابع يعني السنغال عندها سبعة ألقاب نيجيريا لقبين الكاميرون لقب واحد مدغشكر لقب واحد مصر أخرت وصيف مرة واحدة والمغرب مركز ثالث أربع مرات ده بالنسبة للأفضل لمنتخباتنا العربية مصر والمغرب المغرب استعد ببطولة ودية كانت في كذابلانكا ومنتخب مصر عام المعسكر استعدادي للبطولة بالنسبة لنتائج القرعة النهاردة أصفرت القرعة عن مجموعتين المجموعة الأولى متواجد فيها مصر والمغرب وتنزانيا وغانا المجموعة الثانية متواجد فيها السنغال وموزنبيك وملاوي وموريتانيا يبقى عندنا مجموعتين للأسف المنتخب المصري متواجد مع المنتخب المغريبي في المجموعة الأولى ولكن دي ممكن فرصة تخلي الفرقتين لملا يصل إلى المباراة النهائية معدوش يتقابله غير في المباراة النهائية يبقى المجموعة الأولى مصر المغرب تنزانيا وغانا والمجموعة الثانية فيها السنغال موزنبيك وملاوي وموريتانيا قل لي رأيك في التعليقات وتوقعاتك للمتاهلين إلى النص في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته